قال رحمه الله من رحمة من هنا بيانية أو تبعيضية يصح هذا وهذا رحمة أي من صفة الرحمة والله عز وجل موصوف بالرحمة جل في علاه وقد اصطفى لهذه الصفة اسميري أو ثلاثة أما الصريحان فالرحمن الرحيم فهما اسمان دالاني على الرحمة على رحمة الله جل وعلا وأما الثالث فهو الرؤوف فإن الرأفة أعلى درجات الرحمة وقيل رحمة مقترنة برقة ولطف وعلى كل حال هي دالة في الأصل على الرحمة والرحمة من صفاته جل في علاه ولا يخلو منها شيء من خلقه سبحانه وبحمد إلا أن نصيبهم من رحمته جل في علاه متفاوت وفي تصنيف الرحمة من حيث هل هي صفة ذات أو صفة فعل يصنف يصنفها علماء الاعتقاد في صفات الفعل لأن الرحمة متعلقة بمشيئته كما قال تعالى يرحم من يشاء ويعذب من يشاء فالمعذب مسلوب الرحمة ولهذا لما كانت الرحمة معلقة بالمشيئة كانت من الصفات الاختيارية من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته جل في علاه وعلى هذا يجري كل ما أخبر الله تعالى به من صفات الفعل كفرحه وغضبه ورضاه فإنها ثابتة لله عز وجل